بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام معكم مصطفى بشير النهاردة أحبتي في الله معانا موضوع جديد من موضوع المصالح الحكومية من المواضيع التي تخص المصالح الحكومية وهي الخطوات والأوراق المطلوبة لإصدار رخصة محل صناعي أو تجاري وحنتناول ديتي أخي الحبيب بالتفصيل وكيفية الإجراءات وأنا أروح ما لا أحب أطلع رخصة لمحل تجاري أو لمحل صناعي أو لشركة تقريبا بتبقى نفس الخطوات طيب أخي الفاضل تعالى نشوف الخبر أنا أعمله إعداد هنا بالتفصيل وحنشوف وحنوضح كل حاجة بالتفصيل طيب نبدأ كده من البداية الخطوات والأوراق المطلوبة لإصدار رخصة محل صناعي أو تجاري طيب أولا الأوراق المطلوبة طيب أنا علشان أعمل رخصة أو رخصة محل بتاعي إيه أول حاجة أعملها أول حاجة مبدئيا أني أنا أذهب إلى محل إلى الوحدة المحلية اللي أنا تابع إليها أو إلى المجلس القروي أو المدينة مجلس المدينة اللي أنا تابع إليها أو الحي طيب إيه هي الأوراق بجأة اللي أنا هعودها بعد ما أروح هناك وحروح طبعا للإدارة الهندسية أو القلم الهندسي في المصلحة اللي جريبة مني أو من مكاني طيب هنأخذ معنا صورة عقد إيجار التمليك مع الإطلاع على الأصل بجأة هنا أخي الحبيب هنأخذ عقد الإيجار اللي هو بتاع المحل أو المصنع بتاعك ونأخذ معها الأصل للإطلاع علشان الموظف بس يطلع ويتأكد أنه هو ده صحيح وسليم على فكرة أنك أنت تأخذ الأصل ده مهم جدا لأنه موظف الإدارة الهندسية أو صاحب القلم الهندسي اللي في المصلحة بتاعتك مش هيرضى يمشي لك الإجراءات إلا إذا طلع على الأصل طيب اتنين شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل الثلاثة صورة بطاقة إثبات الشخصية مع الإطلاع على المحل أربعة خريطة مساحية للمحل خريطة مساحية للمحل طبعا ده في الإدارة الهندسية اللي أنت هتروح لها أو في الجنم الهندس اللي أنت هتروح لهم ممكن تطلب ده من المهندس أو تقول له تعالى أعمل لي خريطة مساحية للمحل بتاعك هو يعني شيء طبيعي أو هو من الطبيعي أنه هيقول لك أنا هروح أعاين أو أنا هروح أعمل لك خريطة الأول وأشوف إذا كان البيت مخالف طبعا أو لا وبعد كده يعمل لك خريطة مساحية للمحل بتاعك وياخذها عدد تلاس نسخ من العسومات الهندسية للمحل طبعا هيعملها لك المهندس اللي هو هيطلع معينة ستة خطاب من التأمينات الاجتماعية بتأمين صاحب المحل نفسه طيب سبعة تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية على العاملين بالمحل والشهادات الصحية الخاصة بهم بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات التمانية تطلب صحيفة الحالة الجنائية في المحل العام فقط يعني المحل العام بس اللي هو هيطلب منك فيه صحيفة جنائية السجل التجاري طبعا السجل التجاري ان شهاده السجل التجاري انت بتعملها في شهر العقارية بتروح بتعملها وبتطبط نفسك من بداية وبتأخذ صورة منها وبتحطها بتضيفها في الأوراق طيب الخطوة اللي بعد كده وفيما يلي بيان لبعض الموافقات المطلوب الحصول عليها لبعض الأنشطة ويتم التقدم للحصول عليها من الجهات المبينة لكل نشاط طيب يعني إحنا كده خلصنا استوفينا الأوراق بتاعتنا تمام اللي هي صورة عقد إيجار وشهادة وصورة ضداقة إسباب وخريطة مساحية طيب إحنا خلصنا الخطوات بتاعتنا اللي احنا قلناها دلوقتي دي تمام فاضل على بعض الموافقات من الجهات المعينة اللي هو أنت بتروح تخذها على حسن بتروح تجيبها على حسب النشاط بتاعك طيب تعالوا نشوف بس علشان فيه النقطة الأولى دي مهمة جدا ودي حتشمل جميع النشاطات طيب موافقة إدارة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة للترخيص يعني أي محل أي كان نوعه أي مطعم مثلا محل لعب أطفال شركة صناعة أي حاجة نحتاج موافقة إدارة الدفاع المدني والحريق طيب رقم اثنين موافقة الصرف الصحي للأنشطة التي ينتج من تشغيلها رواسب ثلاثة موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية موافقة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيموية ستة موافقة وحدة مكافحة التزييف والتزوير ومدرية الأمن للأنشطة المطابع ونسخ الرسائل العلمية سبعة موافقة التنظيم لجميع المحلات المطلوب ترخيصها موافقة إدارة العلاج الحر بالشؤون الصحية لمحلات بيع وشطف النظارات موافقة الأداب للأنشطة التي تستخدم وسائل عرض يخشى منه خدش الحياة العام عشرة موافقة المرور للأنشطة التي تشغل الطريق العام إحداشر موافقة التموين للأنشطة ذات الصلة بالحصص التموينية موافقة التعني البند رقم 11 موافقة التموين للأنشطة ذات الصلة بالحصص التموينية موافقة الهيئة العامة للتصنيع لمشاريع الصناعة التي يزيد كشف تكليفها عن 100 ألف جنيه على أن تلتزم جهة الإدارة بإبداء الرأي في الطلب وموافقاتها في معاد لا يتجاود شهر من تاريخ تقديمه أو وصوله في حالة قبوله تعلن الطالب مع تكليفه بدافع الرسوم المعينة بدفع الرسوم المعينة أخي الحبيب إحنا كده خلصنا الفيديو خلصنا الأوراق المطلوبة وخلصنا الشروط اللي هي المفروض تحصل أو الموافقات اللي المفروض تجيبها علشان تصدر لك رخصة تجارية لمحل تجاري أو صناعي طبعا أخي الحبيب إنت شايف أنه طولنا في الفيديو وأنه الموضوع دهتي كتير وأنه هو ممكن يبقى صعب أبدا الموضوع بكل بساطة بس إحنا عشان بنقرأه القراءة حاسس أنه الموضوع طويل إنما هو بكل بساطة أنت هتروح الإدارة الهندسية في المصلحة أو الحي اللي عندك اللي تابع ليك وبتقول له والله أنا عايز أعمل استخراج رخصة أو إصدار رخصة محل أو رخصة محل تجاري أو صناعي بيقول لك والله أنت مطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أنت بتجمع الأوراق اللي احنا قلناها دي هم أعتقد تسعة وبعد كذا بتجيب لك بتختار واحدة بس من العشرة دولار إضافة إلى رقم واحد اللي هي موافقة إدارة الدفاع المدني والحريق دي لكل الأنشطة المطلوب ترخيصة يعني الموضوع أخي الحبيب بسيط وسهل إن شاء الله وميسر وربنا يوفقك إن شاء الله في حياتك التجارية طيب كده احنا خلصنا الفيديو ومن ينساش نعمل اشتراك بالقناة عشان توصلك جميع المعلومات على المصالح الحكومية وعشان تدعمنا بلايك وتعمل مشاركة للفيديو إن عجبك عشان تعم الفائدة كان معكم مصطفى بشير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته